بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبة المتابعين ورحمة الله وبركاته تلاميذنا لمرحلة الصف السادس الابتدائي مستمر وياكم في شرح سلسلة الدروس التعليمية الخاصة لهذه المرحلة حبايبي وصلت وياكم إلى اليونت الثالث مستمر وياكم به أكمل الملخصات الخاصة بهذا اليونت حتى أتوجه اليونت الرابع وأدنى بعض المواضيع المهمة به حبايبي وصلت وياكم إلى موضوع وزاري مهم جداً اللي هو Reflexes Pronouns اللي هو الضمار الإنعكاسية شنو معنى الضمار الإنعكاسية؟ رح تتعرف عليه هو عندك تمرين وزاري مهم يجيك نصاً منه هساً إن شاء الله أشرح لكم شنو شنو رح تستخدم هاي الضمار الإنعكاسية شوف عندك هاي الضمار رح تستخدم بها حالتين حالة تستخدم self وحالة selves بصيرة الجمع هذه السيلف بحالة المفرد أحولها إلى جمع مدام انتهي بالحرف F وأنا شرحت موضوع إضافة S الجمع بفيديوهات سابقة إنه الإسم إذا ينتهي بحرف F أو FE يقلب F إلى V وأضيف ES إذا موجود بحرف E يعني مثل كلمة knife أو wife هنا فقط أضيف S الجمع لكن هنا فقط بالحرف F يقلب F إلى V وأضيف ES هذه اللي هي صارت إلى self معناها جمع يعني بصيرة الجمع self معناها نفس نانا selves أنفس من أريد أتحدث عن الضمير الإنعكاسي رح أستخدم الضمائر الفاعل اللي احنا كل احنا نعرفها ضمائر الفاعل السبعة انت حافظهم من مرحلة الأول ابتدائي إلى وصلت إلى مرحلة الصف السادس عدنا سبع ضمائر من تشوف هاي الضمائر أو الأسماء عسى رح أقول لك الطريقة اللي شون جاوها بالضمير الإنعكاسي ماشي حبيبي عندك الضمائر المفردة I, He, She, It عدنا يو بها حالتيا حالة مفرد وحالة جمع من أقول لك يو أخاطبك أنت أنت أو أنتي لكن أخاطب جماعة موجودين ده أخاطبهم أقولهم أنتم أنتون بصيغة مذكر ومؤنث فعدنا الضمير يو بحالتيا حالة مفرد وحالة جمع أضمن هنا رفقة وحالة المفرد هاي الضمائر أستخدم مياها الاسم self الضمير الإنعكاسي self بحالة الإفراد إذا وجدت الضمير I بالجملة من ينطيكيها بالاختيارات بالامتحان تختار الضمير الإنعكاسي myself من تلقى الضمير I تستخدم myself من تشوف بالجملة الضمير هي أو اسم مذكر مفرد أي اسم مفرد مذكر هنا نتعوض عنه بالضمير الإنعكاسي himself إذا وجدت الضمير شي أو ما يعوض عنها بالاسم المؤنث المفرد mom, aunt أوكي فهنا أستخدم my grand ma مصحيح ggrani هذه أستخدم هنا نظمين الإنعكاسي herself معناها نفسها زين إذا وجدت الضمير المفرد لغير العاقل أستخدم هنا الضمير العكاسي itself نعني أستخدمها للمفرد غير العاقل إذا وجدت الضمير you نعني تستخدم الضمير العكاسي yourself yourself هاي الضمائر المفردة أستخدم هنا الضمير العكاسي حسب الاسم أو حسب الضمير وجدت الضمير I تستخدم myself وجدت الضمير هي أو اسم مذكر مفرد تستخدم himself وجدت الضمير she أو اسم مؤنث مفرد تستخدم herself وجدت it أو اسم غير عاقل اسم مفرد غير عاقل مثل cat, dog, table هاي كلها بصيغة المفرد لغير العاقل استخدم itself إذا وجدت الضمير you تستخدم yourself شوف هاي كلمة self أو الضمير عكاسي self بحالة المفرد أجي إلى حالة الجمع قلناش بحالة الجمع شقرة متى استخدم هذا الضمير العكاسي self إذا وجدت الضمير you يعني بحالة الجمع أصير yourself أنفسكم إذا وجدت الضمير they أو اسم بصيغة الجمع إحنا قلنا من اسمي فما فوق هذا اعتبره بصيغة الجمع مثل grandparents, moms, dads يعني الأعباء الأمهات my friends يعني شون أعرف الاسم بصيغة الجمع من اس الجمع صح عندي اسمها شاذة لكن يعني كالمعتاد أو بصورة عامة إنه الاسم إذا ينتهي باس الجمع هذا اعتبره بصيغة الجمع إذا وجدت الضمير ذي أو اسم جمع تختار الضمير العكاسي themselves هسه أنت ما جاي تفهم أنا خلال النماذج رح تعرف شون تختار وتفهم الموضوع اللي أنا دعي شرحها عندك إذا وجدت الضمير وي رح تستخدم الضمير عكاسي ourselves أنفسنا ضمير المتكلمين فهنا إذا وجدت الضمير وي تستخدم الضمير عكاسي ourselves ourselves ها هذه تحفظ هذا الجدول إذا حفظت هذا الجدول رح يكون عندك الجواب perfect تكون تمام أبد ما رح تلاقي الصعوبة متى إذا حفظت هذا الجدول يعني تشوف الفاعل أما اسم أو ضمير رح تجاوب الضمير عكاسي المناسب لهذا الاسم مثل ما قلت لك الاسم يعني ما يكون اسم الفاعل أما يكون اسم أو ضمير الفاعل عندك أما اسم أو ضمير شوف شن الضمار الفاعل منطكيها أو اسم اللي ينطكيها حتى تختار الضمير عكاسي المناسب أوكي حبايبي ناخذ النماذج الوزارية اللي موجودة عندك نصا في كتاب النشاط ماشي أنا كتبتهم احنا لأنه ما ينطيك شي خارج المنهج ينطكيها من ضمن كتاب الطالب وكتاب النشاط رح أشرح لك ورح تفهم شون رح تجاوب هذا التمرين موجود نصا في كتاب النشاط شوف حبيبي عندك صفحة صفحة 41 صفحة 41 هذي عندك هذا التمرين هو هذا التمرين الوزاري اللي يجيك من عنده ويجانا من عنده بالامتحان التمهيدي والامتحان يعني الدور الأول والدور الثاني يعني يجيب لك نقطة مليون بالمية من هاي الضمان عكاسي يجيب لك جملة أو نقطة من هاي الجمل السبعة ما يجيب لك شي خارجي هذي أدنى الضمان عكاسي موجودة بكتاب النشاط صفحة 41 وأنا كتابتها حتى رح أشرح لك الشون الجاوب أوكي حبيبي زي عندك النقطة الأولى شوف يقول لك آي كت منطقي اختيارات طبعا هو بالكتاب ما منطقي بهج شي اختيارات أوكي بالكتاب ما رح ينطقي يهج بهالشكل هذا رح ينطقي اختيارات ما بين أقواس وإنت تختاع أنا غيرت نمط السؤال أنا مجرد غيرت نمط السؤال يعني شون يجيك بالامتحان الوزاري غيرت به حسب الطريقة الامتحانية اللي تيجيك بالامتحان الوزاري يعني بهيش طيقة هذي تيجيك اوكي يقول لك منطق اختيارات myself himself with a sharp knife يعني انا جراحت هنا انا كت معناها جراحت نانا بيك سكينة حادة انا اشوف الاسم ما قبل الاختيار دائما منطق الضمان عكاسية ما لك علاقة لي بعد الاختيار تشوف ما قبل الاختيار شو تشوف الفاعل قلنا الفاعل اما اسم او ضمير انا شنو عندي الفاعل الضمير i مصحيح انا اذا وجدت الضمير i شنو الضمير العكاسي اللي راح استخدمه يا ضمير i ها عافية راح يكون اختياري myself ليش استخدمت myself لانه عندي الفاعل او الضمير i انا اشوف ما قبل الاختيار يلا اجاوب الضمير العكاسي ماشي نجي للنقطة الثانية يقول لك they taught هذا الماضي للفاعل teach اوكي teach يعلم يعني هم علموا نانا عدنا اشوف ما قبل الاختيار شنو عندي الضمير they very good راح ينطيك الاختيارات شوف منطيك ourselves themselves و themselves اذا انت شطوري وحافظت جدول يعني حسب الضمير ش راح تختار الضمير العكاسي المناسب لهذا الضمير او الاسم مو انا شنو عندي الضمير they الضمير they شعوض عنك يا ضمير العكاسي very good راح يكون themselves يصر استخدم ourselves لا ما يصير ها يقول لك they taught themselves to cook هم علموا انفسهم للطبخ حتى يطبخون ها نجي للنقطة الثالثة يقول لك you have a cold انت عندك زكام ليش استخدمنا هنا have مو has very good لانه عدنا الضمير you مو قلنا الضمائر we you they او ضمير i استخدموا اياهم فعل الملكية have هاي من استخدم افعال الملكية للتعبير عن الامراض واستخدم have وهذا حسب الفاعل الفاعل قلنا اما اسم او ظنير زين هسا يقول لك you should look after هذا look after معناها يعتني بي look معناها ينظر لكن من افق قوية حرب جر يتغير الفعل يعني يكون متغير تماما فهنا معناها يعتني بي ينطيني معنا مغاير تماما للفعل اذا رفقت الفعل بحرف جر ينطيني معناه اخر فهنا look after يقول لك يجب ان تعتني انا شنو عندي الضمير you very good اذا موجود عندي الضمير you شاستخدم yourself لو ourselves ها شو رح تختار very good رح تختار الضمير عكاسي yourself ليش لانه يعتمد على الضمير you فاستخدمت yourself نجي للنقطة اللي بعتها نبفو يقول لك we enjoyed هذه باضافة ال ed بصيغة الماضي we enjoyed منطيك اختيارات your cells و our cells at the park يقول نحن متعنا اقول انفسكم لو انفسنا at the park بالمتنزل انا شنو عندي اشوف ما قبل الاختيار ما قبل الاختيار شنو عندي الضمير we الضمير وي شاستخدم للضمير العكاسي ها شا رح يكون there good رح يكون ourselves هذا بصيغة الجمع ها هذا استخدم ليش لانه عندي الضمير وي ماشي نجي للنقطة الخامسة يقول لك he fell off his bike هو سقط هذا fell الفعل الماضي من الافعال shatter fall معناه يسقط هو سقط من الbike من الbaicycle الدراجة and hurt وجرح او يعني at the hurt هذا ايضا بصيغة الماضي هو نفسه بصيغة الماضي هذا يعني استخدم مضارعه ماضي نفس الفعل ها هاي الافعال اللي لم تتغير بصيغة الماضي شون عدنا cut put تنطيتكم اياها زين انا شنو عندي الضمير الضمير هي شنو راح استخدم الضمير العكاسي منطيك her himself منطيك خارج قوس انا شنو ضمير العكاسي استخدمه يصر استخدم لها هذا الفكرة ليش استخدمت لانه عندي الفاعل او الضمير هي حسب الفاعل او حسب الضمير تختار الضمير العكاسي نجي للنقطة الساعة سيقول انه my sister likes to look at منطيني in the mirror انا عندي شنو my sister ما لك علاقة معي انا اشوف الاسم اللي بعده عندك sister sister شنو اخت زين هاي الاخت مذكر لو مؤنث ها مذكر لو مؤنث الاخت باري كود اللي هي بصيغة المؤنث المفرد المؤنث زين شراح استخدم هنا استخدم themself لو هاسلف شراح اختار او ينطيك هنا هم سيف حتى يخطأك يخليك محتار مو ينطيك هم سيف و هار سيف انت شراح تختار هم سيف يصير استخدم ها لا ما يصير المفرد المذكر انا شنو عندي sister البنت بصيغة المؤنث شراح استخدم الهضم الاخت هار سيف وسط للنقطة الاخيرة يقول لنا my cat ما لك علاقة بالمال عندي شنو cat الكات شنو هي اسم غير عاقل وبيا حالة بحالة مفرد مو عندي اسم غير عاقل وبحالة المفرد عندي عندي جدول وحافظ توعاني شطوري شراح يقول لك ينطيك الاختيارات yourself or itself in the mirror هم شراح تختار هنا تختار اتسوف هاي تعالي من تعود لي على الكات ها اوكي لو منطيك cats بصيغة الجمع شراح تستخدم هنا تستخدم themselves استخدم themselves بحالة شنو العاقل وغير العاقل بصيغة الجمع اذا منطيك cats dogs يعني اي اسم بصيغة لكن هو غير عاقل بصيغة الجمع ايضا استخدم وياهم themselves فهنا themselves استخدم ها عاقل وغير عاقل لكن بيا حالة بحالة الجمع لكن هو منطين هنا للكات بيا حالة بحالة الافراد فاش استخدم الضمين اكاسي للمفرد غير العاقل اللي هو itself وضحة وضحة الفكرة هذا عندك تمرين وزار مهم موجود عندك بكتاب النشار صفحة 41 وضحة الفكرة عندك الجدوى لينطيت kia وانشاء الله اصورهم وانشرهم حتى تعرف الشون الجاوب ها انا نشارتهم حقيقة يعني عندكم الملخصات نشارتها قبل لا ابلش بالفيديوهات تراجع الملخصات حتى تعرف الشون الجاوب ومثل ما قلت لك تشوف الاختيار يعني ما قبل الاختيار حتى الجاوب بشكل تمام اوكي حبيبي نجي الى الموضوع الاخر اللي هو عدنا using the internet استخدام الانترنت عندك موجود بكتاب الطالب الملون on page 44 صبح 44 موضوع وزارة مهم ايضا واجانا بالامتحان الدوري الاول واجانا من عنده سؤال بالنسبة لاستخدام الانترنت عندك هنا موجود استخدام ربط الفعل مع الاسم هذا موضوع مهم جدا تربط الفعل يعني مع الكلمات الانترنت اكو عندي بعض المفردات استخدم الربط الفعل ويا الاسم هنا استخدام الانترنت مثل ما كاتبت لك وزارة مهم هذا عندك هذا الجدول مسويت الى هنا الverbs الافعال وهنا ال nouns تفرق مع بين الفعل والاسم هنا راح تطابق الفعل ويا الاسم اللي بعده هاي كلمات ومفردات استخدمها لما استخدم الانترنت ماشي حبيبي هذه مفردات استخدمها لما استخدم الانترنت عندك هاي الافعال access the internet يعني يتصل بالانترنت عندك go online هنا الفعل go ارفق ويا كلمة online هاي كلها verbs يتصل بالانترنت ليش يتصل بالانترنت هذا الجواب يقول لك to find the website حتى يجد الشبكة ها الشبكة هاي العنكبوتية اللي هي تطلع لنا بشكل الشبكات اللي تطلع لك لما تتصل للانترنت زين شي يقول لك نا الفعل search معناها يبحث search نانا عاليا ما تبحث انت the web عن الموقع عن الشبكة ها search the web تربط الفعل ويا الاسم اللي بعدها اوكي حبيبي ما يصير تقول لي access the web ما يصير فكل فعل يجيني بعد الاسم المناسب لهذا الفعل زين عندك معناها ادخال او ادخل شنو هناك on address او the address نانا باستخدام ادوات التنكير والتعريف نانا on address استخدمت ادوات التنكير on لانه الاسم يبدير بصوت على وهنا استخدمت the address لانه ادنى العنوان فاستخدم اما the او on هذه الاسم ارفقوية الفعل key ادخال شنو العنوان يعني لما انت عندك موضوع معين راح تدخل على بعد ما طلعت عندك الشبكة راح تبحث عن الموضوع اللي انت تريده شنو الموضوع هل هو موضوع رياضي ثقافي علمي راح تبحث عنه بكلمة key هذه تدخل اسم الموضوع اللي انت تحتاجه او اسم العنوان اللي انت تريده بالموضوع معين اوكي حبيبي نجي الى الفعل press يضغط نا عندك كلمتين بالنسبة للضغط عندك login وعندك كلمة enter هاي موجودة عندك الكلمات بالحاسبة عندك كلمة login اذا وجدتها او enter وان موجودة هذان الكلمات بالkeyboard لوحة المفاتيح حتى عندك بالموبايل مو عندك بالموبايل ايضا راح تشوف هذي الكلمات اللي هي موجودة عندك بلوحة المفاتيح اما مكتوبة كلمة login او enter زين او enter هاي معناها هاي press يضغط على هذول الكلمتين والموجودات بالkeyboard بلوحة المفاتيح زين شا عندك هنا come up راح تظهر عندك شنو الصفحة اللي انت بحثت عنها هذي come up معناها تظهر come نعرفها انه يأتي لكن من استخدم يا حرف فجر معناها ستظهر عندنا الشاشة او الصفحة راح تظهر هذي web page او صفحة الموقع الالكتروني وانتظهر on your screen على الشاشة اللي انت تستخدمها نعنا طبعا راح تستخدم التلاث اشياء بالنسبة عندما تتصل بالانترنت راح تستخدم تلاث اجهزة يعني واحد من هاي الاجهزة اللي انت راح تختارها شوف حبيبي عندك هذي لما تتصل اللي هي اما الكمبيوتر هذا او تستخدم السمارت فون لهاتف الذكي او التابلت احنا اخذنا التابلت شنو معناها بالامر قرص حباي او كبسولة لكن هنا اشتجيني بمعنى جهاز اللوحي هذا الايباد مصحيح فهاي الاجهزة الكلاثة اللي استخدمها لما اتصل بالانترنت اما استخدم الكمبيوتر او استخدم السمارت فون او استخدم التابلت الجهاز اللوحي اوكي حبيبي هاي الاجهزة اللي استخدمها لما اتصل بالانترنت زيان بعد شو قلك هنا اقول لك navigate لما طلعت طلعت لك الصفحة هنا اش راح تبدي navigate تتصفح الصفحة اللي تطلق على الشاشة navigate اش راح تسوي هنا بالnavigate عندك هذول الفعليا scroll up و scroll down عندك scroll up معناها عندك اسهم هذا السهم للاعلى scroll up و عندك هذا السهم للاسفل scroll down التمرير للاعلى وللاسفل اوكي و عندك click on هاي كلها مفردات استخدمها بالانترنت يقول لك click on يعني عنها شنو تنقر نقر النقر شنو اما باستخدام الماوس هاي الفقرة اللي استخدمها بالحاسبة او touch screen اللي هي شاشة اللمس اللي موجودة عندك بالموبايل او باللوحة الايباد الجهاز اللوحي فهنانا بالنقر معناها click on ينقر صراحة الموحة بأترجم هنانا يعني اكتب بالعربي هنانا click on معناها ينقر النقر اما بحالتين اما بحالة الماوس استخدم الماوس يعني راح تستخدم شيئا بالنقر اما تستخدم الماوس الفقرة او تستخدم touch screen اللي هي شاشة اللمس ها هاي الافعال وربط الاسماء وياها مهم وزاري مهم جدا اوكي حبايبي بعد هذا الفيديو راح اكملكم ان شاء الله شون تيجيك نموذج وزاري بالنسبة الى ربط الافعال ويا الاسماء الخاصة بالانترنت thank you very much thank you